قفزت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها متجاوزة حاجز سبعة وسبعين دولارا للبرميل بسبب اضطرابات في الانتاج العالمي ارتفاع سينعكس من منظر الاقتصاديين في زيادة دوران عجلة الاقتصاد العراقي زيادة أسعار النفط لحي تنأكس هجابيا على موارد العراق لأنه لحد البارحة أعتقد كان سبع وسبعين دولار للبرميل واحد هذا رح يوفر عملة صعبة للعراق نتمنى أن الحكومة العراقية تكون عدها خطة تستثمر هذه الزيادات في مصلحة العراقيين تعافي أسعار النفط عالميا وصلت ارتدادات صداه إلى الشارع العراقي الشارع الذي يرنو أن يستثمر هذا التعافي في ضبط سياق السوق العراقي وحلحلته ما خلفه التراجع السابق في أسعار النفط سعر النفط صعد قبل سنة كان عندك أزمة مالية وسعر النفط نزل هسا سعر النفط صعد حاول حاول أن تستغل هذه الفرصة نتمنى من الحكومة العراقية أن يكون لها دور حقيقي باستثمار وبيع المنتجات النفطية وعكسها على الشعب العراقي بصورة صحيحة وبعد القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط عالميا تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية استثمارها عراقيا لتجاوز الأزمات الاقتصادية ارتفاع أسعار النفط هذا العام بنحو 45% مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من جايحة كورونا يمنح الحكومة فرصة سانحة في فك أجزاء من عقدة الأزمة الاقتصادية والتي بات خناقها يضيق على المواطن من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير